موسيقى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية امفاند كاتم مشاهدين اهلا بكم انعقد اليوم الخميس مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة سيد عزيز خنوش حيث صادق على مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالمعهد العالي للقضاء والثاني بأحداث لجنة مؤقتة للتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كما اطلع المجلس على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي المعتمد من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة والأربعين المنعقدة بتاكشنت وانتقل المجلس إلى المصادقة على مشروع مرسوم في شأن التطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدون العام للدرائب ويهدف إلى تبسيط والتوضيح الإجراءات المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند اقتناء المنتجات والمعدات الفلاحية واختتم المجلس أو اختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا تبقى لأحكام الفصل الثاني والتسعين من الدستور في خبر آخر نظمت وكالة بيت مال القدس الشريف في القدس الملتقى السنوية الثاني للأشخاص في وضعية عاقة تحت شعار القدس تنصرها الهمم جل خلاله التوقيع اتفاقية تمويل أو تمويل مشروع التمكين الاجتماعي للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وسمى الدود وباقي التفاصيل تحت شعار القدس تنصرها الهمم نظمت وكالة بيت مال القدس الشريف الأربعاء بالقدس الملتقى السنوية الثانية للأشخاص في وضعية عاقة وبالمناسبة تم التأكيد على التزام الوكالة على تحسين وضعية هذه الفئة ويجعلها أكثر انخراطاً واندماجاً في قضايا المجتمع يأتي هذا في إطار إعلان وكالة بيت مال القدس 12 أبريل كيوم لذوي الاحتياجات الخاصة يأتي هذا الحفل أيضاً في تجميع المؤسسات ذات شأن المؤسسات المتخصصة في ذوي الاحتياجات الخاصة وجمعها في ملتقى للاستماع إلى احتياجاتهم الملتقى شهد توقيع وكالة بيت مال القدس الشريفة والجمعية العربية للأشخاص مع عاقة لاتفاقية تمويل مشروع التمكين الاجتماعي للأشخاص في وضعية عاقة هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي الوكالة على تعزيز التعاون المثمر والبناء مع الهيئات والجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة والمهتمة بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة كان لنا شرف توقيع اتفاقية مع وكالة بيت مال القدس الشريف لصالح المشاريع للجمعية العربية للأشخاص مع عاقة لتمكينهم ودعم الخدمات المقدمة من الجمعية شكلت هذه الاتفاقية مقدمة لتوقيع اتفاقية مستقبلية لإنشاء مضلة للأشخاص الضوء العاقة في القدس ويسعى الملتقى إلى دعم البرامج الهالفة إلى تأهيل هذه الفئة للمشاركة الإيجابية والفعالة في مختلف أنشطة وفعاليات الحياة الإنسانية بما يستوعب إمكانياتها وقدراتها من جانب واستبدال ثقافة التهميش نحوها بثقافة التأهيل والتمكين إلى المدينة الحمراء حيث أطفال أسبوع العلم والثقافة لطالب التدهر الهام الهادفة إلى تطوير تواصل العلم لدى طلب شمعته السادس والعشرين بمراكش ويشكل هذا الأسبوع فضاء حقيقيا للتبادل بين مختلف الفاعلين حيث يتيح للطلب إطفاء عطشهم في مجال الثقافة العلمية في جو والدين يشجع على المبادرة والبحث العلمي شيماء جبران وباقي التفاصيل الأسبوع العلمي والثقافي للطالب يطفئ شمعته السادس والعشرين بمراكش تحت شعار العلم والابتكار رافعات التنمية المستدامة في المغرب نحن اليوم في هذه التدهر التي تندرج في إطار الأنشطة الثقافية والعلمية للكلية والتي تهدف بالأساس إلى تحفيز والتشجيع الطلبة على استعاب مفاهيم الابتكار هذه التظاهرة العلمية والثقافية التي تنظمها كلية العلوم السملالية التابعة لجامعة القاضعية تسعة لتهيئة بيئة مواتية لترصيخ الثقافة العلمية لمناقشة الرهانات الرئيسية للعلوم والابتكار وتطبيقاتها من أجل تنمية مستدامة في المغرب كما العادة الأسبوع العلمي والثقافي للطالب يتم تنظيمه من قبل الطلبة ومن أجلهم قصد تعزيز مهاراتهم عبر إنجاز مشاريع حول شعار الأسبوع هذه الدورة تضمنت برمجة غنية ومتنوعة كما تميزت بمشاركة عدد من طلبة كلية العلوم السملالية تمكن من تقوية مهاراتهم في مجال التواصل العلمي والعمل على مشاريع تهدف إلى إصال عمل الباحثين للجمهور تحت إشراف أساتذى باحثين إلى الأخبار الدولي حيث ودانت الصين الدور السلب للولايات المتحدة في تأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد إطلاق صاروخ كوري شمال باليستي شيماء جبران تطلعون على باقي التفاصيل الولايات المتحدة هي المسؤولة بشكل أو بآخر في تأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد إطلاق صاروخ كوري شمال باليستي هكذا أدانت الصين الدور السلبي للولايات المتحدة وفي ندوة صحفية قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن التأثير السلبي للتدريبات العسكرية السابقة للولايات المتحدة ونشر الأسلحة الاستراتيجية حول شبه الجزيرة واضح للجميع وأفدت هيئة الأركان المشتركة في الجنوب الكوري بأن الصاروخ أطلق باتجاه البحر فيما حذرت الحكومة اليابانية سكان عدة مقاطعات بالاحتماء في الأماكن المغلقة بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليسيان عندما بدأ الإنذار كنت في القطار وأصبت بالذعر للحظة لكن موظفي المحطة كانوا هادئين لذا هدأت أنا أيضا وقالت الحكومة اليابانية في وقت لاحق إن الصاروخ حلق بالفعل فوق الأراضي اليابانية متجها نحو المحيط الهادي وبحسب مصادر إعلامية رسمية أكدت أن وحدات الجيش الشعب الكوري المسؤول عن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية نظم تدريبات عسكرية بهدف اختبار وتقييم قدرة الردع والهجوم النووي المضاد للبلاد وهو ما يمثل تحذيرا شديدا للأعداء إلى باريس مشاهدين حيث خرجت النقابات الفرنسية اليوم الخميس للتظاهر مجددا في مختلف المدن لليوم الثاني عشر للتعبئة الوطنية ضد نظام إصلاح التقاعد المثير للجدل لنتابع تقرير لمراسل أمفانتكات من باريس إدريس التكي خرجت النقابة الفرنسية الخميس للتظاهر مجددا في مختلف المدن لليوم الثاني عشر للتعبئة الوطنية ضد نظام إصلاح التقاعد المثير للجدل ونظمت بهذه المناسبة إضرابات ومظاهرات شعبية لمطالبة رئيس مانويل ماكرون بسحب الإصلاح بعد اعتماده في مارس الماضي من قبل الجميع الوطنية بينما تأمل الحكومة دخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام ونزل مئات الآلاف من الفرنسين إلى الشارع الخميس في أكثر من مائة وسبعين تجمعا عبر ربوع البلاد للتظاهر والتنديد بمشروع الحكومة بينما تحبيس البلاد أنفسها في انتظار قرار المجلس الدستوري غدا الجمعة بشأن دستورية الإصلاح الذي ينص خصوصا على رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 64 عاما عوض 62 عاما حاليا وتأتي هذه المظاهرات وكذلك عشية إعلان الرئيس ماكرون عن رغبته في فتح حوار مع النقابات بعد قرار المجلس الدستوري بينما أعلنت هذه الأخيرة أن التعبئة ستستمر بشكل أو بآخر ما لم يتم التراجع عن الإصلاح لا ننتظر شيئا كبيرا من المتوقع أن يقوموا فقط بتعديل أجزاء من القانون لأنها غير دستورية مما سيجعل الإصلاح أكثر الصرامة لذا فإما أن يؤدي ذلك إلى تعزيز النضال لكون الناس سيكونون غاضبين وإما سيعودون إلى منازلهم في لحظة ما سيتعين على العمال أن يتفاعلوا بشكل جماعي كما شهدناه عبر التاريخ بالطبع هناك أمل وهذا ما نناقشه داخل الشركات حيث يشكل أصلح تقاعد تهجما لذلك فهو يوحدنا جميعا كونه يهاجمنا جميعا في نفس الوقت وكعدتها انطلقت حشود المتظاهرين الصباحا في مختلف المدن الفرنسية بينما ضرب الباريسيون موعدا في ساحة الأوبيرا على الثانية زوالا للسير باتجاه لاباستي وسط حضور أمني قوي ومن خلال نزله للشوارع مرة أخرى يعتزم الائتلاف النقابي الذي يجمع النقابة الثمانية الرئيسية في البلاد مواصلة ذاته على الحكومة ويطالب الرئيس بعدم إصدار قانون إصلاح التقاعد في حال حصوله على الضوء الأخضر للمجلس الدستوري دوليا دائما نكد رئيس البرازيل الويس إيناس شولو لدى سيلفا الخميس أن بلاده عادت إلى ساحة الدولية في اليوم الأول من زيارة الدولة يقوم بها للصين سيركز خلالها خصوصا على النزاع في أوكرانيا سكينة مسوية في المتابعة زيارة دولة يقوم بها الرئيس البرازيلي لويس إيناس شولو لدى سيلفا للصين سيركز خلالها خصوصا على الحرب في أوكرانيا ومن جانب آخر أكد لولا أن البرازيل عادت إلى الساحة الدولية بعد غياب يتعذر تفسيره ومن المتوقع أن يبحث الرئيس البرازيلي مع نظيره الصيني تشجينبينغ قضايا متعددة أبرزها قضية أوكرانيا ومن النقاط المشتركة بين البلدين أنهما لم يفرد عقوبات على روسيا ومن جهة أخرى حضر لولا حفل تنصيب رئيسة البرازيل اليسارية السابقة ديلما روسيف رئيسة لبنك مجموعة بغيكس للدول الناشئة التي تضم البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا نعود مشاهدين للأخبار الوطنية وبمناسبة الشهر رمضان الأبرك يقضي العديد من هوات الصيد بالقصبة بطنطن أوقات ممتعة بسواحل المدينة باعتبارها الملاذ الأمثل لممارس هذه الهواية ووجهة مفضلة للباحثين عن فرص متاحة للاستمتاع بهذه المواقع الصياحية لنتابع التقرير لمحمد ورديني سواحل طنطن الممتدة بسحرها وجاذبية فضاءاتها الطبيعية تعرف إقبالا كبيرا لهواة الصيد بالقصبة خلال شهر رمضان المبارك الذي يدفع السيادين إلى تحمل عناء السفر والمغامرة واقتناء مستلزمات الصيد من أجل ممارسة شغفهم المعتادة أنا هاوي من هوات الصيد بالقصبة كان جي لها الأماكن من أجل ممارسة هذه الهواية من طنطن تنواحي إخفى النيل أجواء في رمضان كان صيده مزيد كان صيده كيكونوا شراغيات بلاغات مهم كان صيده بلعانة بالعقرب نصيده بالعقرب ونصيده بفزلات مهم كان شد الحوت في الشهر الفضيل يكون للصيد بالقصبة طعم خاص بحيث يتم استياد السمك والاستمتاع في الوقت ذاتها بمنظر تلاطم أمواج البحر بالسخور مما ينعكس إيجابا على الراحة النفسية للصيادة وهو عائد إلى منزله قبيل الإفطار نجي كنصيد هذه هواية عندي ونجي ووقت للفراغ ديالي من الجوجل لأدان المغرب ونجي 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 وقفة الأجواء التي تكون لديها في جواء في الوقت ونجي بالقصبة ديالي ونعمر بيها الوقت الشغف بالصيد بالقصبة قد يسل لدى البعض إلى درجة الاندمان ليزداد ذلك الارتباط والتعلق خلال شهر السيامة الذي تكتسب فيه القصبة لدى هؤلاء سرا وجاذبية وتصبح جزءا من حياتهم يداعبون بها أمواج البحر أملا في الحصول على استمتاع وارتياح نفسية في الأجواء الرمضانية دائما مشاهدين يعتبر هذا الشهر الفضي المناسبة دينية تعرف إقبالا متزايدا على الأسواق المغربية لاقتناء الألبسة التقليدية لنتابع هذه الأجواء في روبرتاج شيماء بكا شهر رمضان المبارك مناسبة دينية يعود فيها الإقبال على اللباس التقليدي بشكل متزايد حيث يحرص الزبناء باختلاف أجناسهم وأعمارهم على التزيون بإطلالة تتماشى والأجواء الرحانية لرمضان المتابعة يكون هذه الأجواء الرمضان لأن هذا الشهر مفضل وعنده خاصية يوروب وحدية بالنسبة للا الليباس والأكل والأكل إقبالا بزاف على شهر رمضان سور تفليل سبعة وعشرين تشيرون الناس بحال الجلال بحال تشيج جلابة يشيروها الرجال هذه العليال إقبال وبحال هذا حتى هو تشيروها الرجال لسبعة وعشرين تقول ليه جابضو مغربي يكون عليها إقبال بزاف في رمضان تنزلوا تقريبا عشرين في المئة في السلعة بعد ذلك في المئة كنا نبيعوا بآلف درهم ذلك بولين تنبيعوا بسبعمائة درهم نقص درهم تلتمائية درهم نقصوا فيهم تصالح المغاربة مع الأزياء التقليدية خلال هذا الشهر الفضيل يوازيه إبداع مصممي الأزياء في تشكيلات مغربية تقليدية نزولا عند رغبة الزبناء لمسنا بزاف هذه القضية هذه وشغطو أنه كان عندنا واحد الظروف خاصة ديال كوفيد عرفتي هاد الشي ديال اللي وقع هاد العام شحال هدي ما بقيش ولل فناه لأنه 2020-2021 حتى 2022 شوية كانت الدنيا عيانا من هذا العام الحمد لله الارغو بخيز ايتي فرامان غو بخيز ايتي فرامان غو بخيز ايتي فرامان ولمسنا انه سيغطو ملي قرب رمضان فدك شعبان كي يجيوا الناس كي بدووا يقلبوا على جلال بما يشريو ويبقى اقبال المغاربة على لبس التقليدي خلال هذه المناسبة تعود متوارث يعكس الروابط القوية وجزء من الهوية والحضارة المغربية الأصيلة المتجدرة في التاريخ بذلك مشاهدين نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله